مغاربة اللي موجودين فوق التراب الجزائري عليكم أن تتوجهوا إلى أقرب مركز شرطة وتروحوا وتقدموا أنفسكم وتسووا وضعيتكم القانونية والجزائريين اللي راهم عندهم ناس مغاربة خدامين أو ضياف أولاء الجزائرين المطلوب منهم بشكل عاجل إبلاغ السلطات المحلية الأمنية يروح لمركز الشرطة يبلغ قالوا عندي مغاربة راهم عندي عايشين يخدموا أو نسابي أو احبابي أو أي شيء إيه عندي مغاربة هم زومبي قالوا أيوة سعدت الباشا أنا عندي مغاربة في البيت أيوة بس هو على حسن يسمعوني عندي مغاربة في البيت أيوة بسرعة حسن أنا خايف أول أنهم عندي في البيت وقال كمان لو نسايبهم وكمان لو أنا نسيبي مغربي أتفضل يا فنم بسرعة تعالوا بس بسرعة عشان هو نسيبي مغربي معرفش في واحد عبيت اسمه بن صديرة حملات الصدر طريع قال لي أي حد عنده مغربي في البيت أو أي حد عنده مغربي حتى لو كان نسيبه او شغال عنده مع انه مفيش مغربة بيشتغلوا عند جزائريين لكن لو اي حد عنده كده يبلغ الشرطة على طول المغربة مستخبين عندي في البيت ساعتك ماشي تضمت اتأخدوش على حتى اننا خايف تخيالوا يا جماعة ان الامر وصل بنا لكده لانه في واحد عبيد طالع بيقول للمغربة اللي عايشين في الجزائر سوي امرك بسرعة يا باشا هم اصلا المغربة دلوقتي كلهم حتى اللي موجودين في الجزائر يعني اللي متجوز جزائريين اخو مراته ويمشي انت عملت عليه فجأة تأشيرة وفيزا وعقوبات واتهامات بدون فجأة كده مع نفسك انت فطبيعا انه اي مغربة دلوقتي اول حاجة هيعملها هيقولك سلام عليك يا باشا انا هعد عندك اعمل ايه فانت بقى بتوجه نداء الاول وجه نداء للمغربة اللي عايشين في الجزائر قال لهم رحوا سوي امورك واوراقك يعني عملوا بقى تأشيرة واوراق اقامة انت فجأة بقى عليكوا ورق ان مطالب انت عايش في الجزائر انك ما عليكش ورق والمفروض مش مطلوب منك حاجة طبعا انت عايش في سويسرا ففجأة سويسرا قالت لك لا انت لازم يبقى عليك ورق ولازم تلتزم بالاوراق فدلوقتي بيقول لهم كل مغربي يروح يسوي اوراقه تمام الجزء التاني بقى قال لك اي جزائري عنده مغربي بيشتغل عنده اصلا الكلمة دي ما تقولهاش يا رحمك عشان هو ما فيش مغربي بيشتغل عنده جزائري يعني اللي بيروح يعمل شغل في حرفي طبعا الجزائريين بيرعفوش يعملوه مع انه الجزائريين بيقولوا انه الفن اللي حرفي اللي بيعملوه المغربة ده جزائري فلو هو جزائري ما كنتش هتستعين بالمغرب يعملهولك بس ما عليناها فالمغربة بيروحوا يعملوا الفن بتاعهم ده في اي بلد لما يجي يعملك الفن بتاع بلده في بلدك ما استمهاش بيشتغل عند جزائري. لا اسمها جزائري. ما يحتاج لمغربي يعمل له الفن والتقاليد المغربية عنده. فالمغربي بيدي له الحرفة بتاعته بيعملها له. عشان انت كجزائري ما بتعرفش تعملها. عارف ليه? عشان هي مش بتاعتك يا بتاعت المغربي. المهم يعني. فما اسمهاش مغربي بيشتغل عند جزائري. دي ملحوظة. الملحوظة التانية بقى قالك لو واحد نسيبه مغربي يبلغ عنه. ولو واحد بيشتغل في مغربي بيشتغل بيعمل له شغل يبلغ عنه. يعني اللي ينسيبه مغربي يروح يقول للشرطة انا عندي مغربي نسيبي. معوش اوراق. شايف المرض اللي احنا فيه? شايف كوكب لالا. عيان في دماغه ازاي? شايف كوكب لالا. دماغه على قده ازاي? ده ناس ده احنا مش في كوكب لالا بقى ده احنا في كوكب زالنبوح. ده مش حاجة طبيعية خلص اللي احنا بنشوفه ده يا جماعة. فلانا الله في كوكب لالا واترك لكم التعليق. ها? دلوقتي هتلاقي كل جزائري عنده قريب ومغربي يقول لك انا راح ابلغ الشرطة على قريب. طيب ما احنا ممكن نعمل نفس الكلام? ممكن نقول برضو ان احنا بنفرد الفيزا على الجزائريين. المملكة المغربية بتصرف الدلفيزا. واي جزائري عايش جوال مغرب وما اكثرهم. ما اكثرهم اللي عايشين تحت سقف المغرب وعايشين في كرم المغرب. نقول لك بقى المغربي يروح يبلغ عالجزائري. انا بقولوا الايوكو ايه? شايفين اللي بيتقال ده منطقي? شايفين ان ينفع واحد يطلع يقول الناس كده? شايفين ان التفكير ده اصلا تفكير سوي انا ما اعتقدش. لان الله في كوكب لالا. في نهاية الفيديو بشكركم شكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا. انا عملت قناة تانية اسمها بلاك ماجدي تو ابن المغرب اسمها كده. القناة دي لانه القناة بتاعتي زي ما انتوا شايفين في النازل دايما وفي ضرب فيها سواء من مصريين معروف يعني ناس مصريين بي حربوني او من كوكب لالا. فاللي احنا بس عايزينه نحن نروح برضو للقناة دي تبقى دي ودي. انا بس بنزل على القناة التانية فيديوهات نزلتها قبل كده. عشان بس ابتدي ايه المغربة يشوفوها ويدخلوا عليها. ولكن بعد كده ان شاء الله هعمل لكم فيها حاجة مختلفة اكيد عن اللي بعمله هنا. فهي اسمها بلاك ماجدي تو ابن المغرب. هحط لكم الرابط بتاعها في اول تعليق. بشكركوا مرة اخرى شكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا وانا جانبغيكم بالزاف. حفظ الله مصر وحفظ الله المغرب وكالعادة لنا الله في كوكب لالا. قال له سلام عليكم كدير لا بس. انا مغربي بغيت نروح على الجزائر. اه ويعني بغيت نسول لو هعجز طيران او حاجة. بس قلت اسأل الكنسولية الاول يعني عشان اتطمن ان الامور تمام. اه لا للاسف ودلوقتي فيه قرار جديد انك انت لازم تطلع فيز تقدم على التأشيرة للجزائر. خلاص احنا فرضنا عليكم التأشيرة من المبارح بالليل. اه بغيت والله ده احنا ما فرضناش عليكم تأشيرة يعني بعد ما مع انكم بتكلموا البلخاري وبتعملوا عاجات غريبة بس مش مشكلة. ماشي يا سيدي اقول لي ايه الشروط اللي انا يعني عشان هاقدم على الفيزا وقول لي ايه المميزات برضو لان انا هقدم على فيزا. فقول لي ايه المميزات يعني مثلا لما تيجي تقدم على الشنجن بيبقى فيه مميزات. ايوة دي بقى الشنجن دي كرغلن. احنا عندنا كرغلن. اه بغد يعني سميته الفيزا كرغلن. او كوكب ليلن جاية من كوكب لالا. او فيزة ليلن جاية من فيزة لالا كوكب لالا. اه طب انا عايز اقدم على الفيزة الكرغلن او الليلن. فممكن تقول لي مثلا ايه المميزات وايه الشروط. طيب الاول هقول لك المميزات. المميزات انك انت تقدر تاكل سكران طائح في الدروج. تقدر ناخدى الجولة سياحية في كوكب لالا. تاكل مكفن في حجر يمات. تاكل بوسه ولا تمسه. يعني تاكل حاجات كتير جدا هتستمتع بيها في الاكلات. تشوف القفطان المغربي اللي احنا بنقول عليه جزائري. تشوف الزليج المغربي اللي احنا بنقول عليه جزائري. يعني هنفسحك فصح جميلة جدا جدا جدا. وهتستمتع بالاجواء جدا يعني بصراحة. انا مش 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 هقدر اوصف لك الا لما تشوف بنفسك في حضرتك. تقدر على فيزة كريغلن او ليل وتطلب انك انت تيجي الكوكب لالا. يعني بس انا خلاص مش عايز اكل الاكلات دي يا فندم انا بعتذر. خلاص هطلع فيزة اسباني. انا بعتذر لان انا مش حابب اكل سكران طائح في حجر يمات. وسكران طائح في الدروج ومكفن في حجر يمات. وبوسوا ولا ايه يا فندم? بوسوا ولا تمسوا. بوسوا ولا تمسوا. مش مش عايز. شكرا. ليه يا ابن انت هتستمتع جدا. طب اقول لك ازاي تقدم على الفيزة بتاعت كريغلن. لا يا فندم خلاص انا انا مش عايز والله شكرا 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 بزاف خوي يا ما اه. خليت لك الراحة. خليت لك الراحة. تهلف راسك. يا باشا لازم تسمع الوقتي الشروط عشان تقدم على الفيزة اصلا. يا عم طب اقول لي ماشي تفضل. قولي الشروط. تفضل. انت دلوقتي مغربي فانت عشان تقدم على الفيزة كريغلن او اللالين اللي هي من جاي من كوكب لالة لازم تروح دلوقتي الكنسولية. طيب الكنسولية عندك في المغرب احنا قفلينها اساسا. يعني الجزائر قفلة الكنسولية عندك في المغرب. فانا هقول لك تعمل ايه بقى? انت تروح اي دولة? تتجوز بنت من هناك. اتجوز عشان اقدم على الفيزة بتاعت كوكب لالة. اي وقت تتجوز. تشوف لك مسلا مصرية تتجوزها. اردنية. اي حاجة. يعني شوف اي بلد انت عايزها وتتجوز من هناك. وتتفضل تاخد الجنسية بعد سنتين جواز. وتيجي تشرفنا تقدم على الكنسولية بقى الجزائرية في البلد اللي انت تجوزت منها. سواء مسلا تجوزت مصرية. اسبانية. فرنسية. فرنسية لو تجوزت فرنسية وبقى معك جنسية فرنسية. كده كده هتدخل الجزائر لانها زي بلادك يعني. فيش مشكلة. اه انما لو خدت مسلا الجنسية مصرية ولا حاجة تروح بقى الكنسولية الجزائرية في مصر تقدم على الفيزا. ماشي? باشي هولي اللفة دي كلها يعني حضرتك ما انا ممكن اقدم من المغرب. اه انتوا قفلين صاح الكنسولية عندكم في المغرب طب. طب بقول لك ايه? اه امورني. علاش انا ندير كل هات شي باش نجي عندك في كوكب لال. علاش? وقد تبقى تعاود وتقول لي اه ساقران طيح في الدروج ومكافر في حجري اما. اش هات شي خويا? مبغيتش لان الله في كوكب لاله.